السلام عليكم ما صحة خبر وفاة وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع؟ كشف مصدر مقرب من نائب رئيس النظام السوري ووزير خارجيته الأسبق فاروق الشرع أن الأخير على قيد الحياة وذلك بعد ساعات من تناقل أنباء عن وفاته وقال المصدر وهو من أقرباء الشرع لموقع عينب بلدي السوري المعارب اليوم الثلاثاء 16 تموز إن أنباء وفاة الشرع غير صحيحة واستنكر تقرار اسمه في إشاعات مستمرة منذ عام 2011 بالانشقاق أو الوفاة من هو فاروق الشرع؟ فاروق الشرع دبلوماسي بارز في النظام السوري ينظر إليه كواحد من الشخصيات التي أسهمت بشكل كبير في تبرير سياسات النظام القمعية وإخفاء جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولد الشرع في درعا عام 1938 وطلق تعليمه في دمشق ودرس القانون في لندن تقلد عدة مناصب منها وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية خلال مسيرته كان معروفا بتقديمه دفاعا شرسا عن نظام أمام المجتمع الدولي مستخدما خبرته الدبلوماسية لتمويه الحقائق وإبعاد الاتهامات عن نظام السوري وفيما يتعلق بالثورة السورية يعتبر الشرع من الشخصيات التي أسهمت في ترويج الرواية الرسمية للنظام والتي وصفت المتظاهرين السلميين بالإرهابيين والمخربين رغم بعض الشائعات التي تحدثت عن انشقاقه أو اختلافه مع بعض السياسات إلا أنه بقي جزءا من النظام ولم يتخذ موقفا علنيا لدعم مطالب الشعب السوري أو إدانة القمع الوحشي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر